قبل منخش احصائية مباراة النهاردة ندي فكرة للناس رقميا اتحاد جده شغال ازاي في الدور السعودي يعني هو لها حتى الان 16 مباراة فاز في 8 مباريات هزيمة فاربعة تعادل فاربعة طبعا هو بيحتل المرتبة خمسة بطبعا 28 نقطة من ناحية بقى التهديفية لا هو يعتبر طبعا 3 او 4 نادي او فريق دلوقتي في الرانكينج او الترتيب على الدور السعودي 31 هدف لكن استقبل هنا 18 هدف هنا بقى نقف شوية الهدف المستقبلة 18 هدف نتكلم من 16 مباراة اسبراهيم ده معدل كبير جدا ان انت يعني قد تصل هدف ونص او هدفين في مباراة الوحيد الوحدة فده يعني مشكلة كبيرة جدا في الدفاع وحنعرضها النهاردة بالحالات وحتى شفناه النهاردة لو فريق اوكلان سيتي كان متماسك بشكل كبير جدا عنده النازع الهجومية او بعمله بشكل صحيح لكن معدل تهديفه كويس معدل تهديفه كويس هدفين تقريبا في كل مباراة لمعدل كبير صحيح نكمل الارقام هتبين لنا النهاردة هشوف الهدف المستقبلة المتوقع يعني في حاجة طبعا اللي كان المفروض يدخل فيه اكتر من 18 هدف يعني كان المفروض يدخل فيه من الفرص اللي تلعبت عليه والكمية التزديدات على مرموم كان المفروض يدخل اكتر من 18 هدف قد يصل ل20 هدف من اكثر الفرقة طبعا اللي ضيعت فرص طبعا خلق فرص محققة او كبيرة محققة ب51 فرصة في العدد المباريات اللي شفناهم بالنسبة للفرص الضائعة المحققة من ال51 ضائعة 29 هدف كان ممكن ان هم يصلوا لرقم كبير جدا حتى في الاسكورينج او التهديد فرص كبيرة محققة 51 في الستاشر مباراة اذكر الاهلي عام دو 75 فرصة محققة في الـ 18 مباراة اللي لعبها او الـ 17 يعني احنا معنا برضو احصائيات النادي الاهلي عبر الموس ممكن نعرضها بحيث كأننا بنتاجم كده لما البازي خلص احصائيته ماشي نكمل الفرص بعد كده الاستحواز هو مرتب ثالث او رابع فريق بيلعب بالاستحواز بشكل كبير جدا في الدور السعودي وصل طبعا ليه يعني تقريبا 58 في المية من اجمال المباراة اللي لعبها الـ 16 مباراة يا سيد سبراهيم ده كمتوسط التمريرات الصحيحة بالمباراة لا هنا بقى رقم كويس جدا يعني ان انت في المباراة الوحيدة طبعا لانك انت في الاستحواز بتصل 58 في المية من الاستحواز بالدقائق حتى وبالنسبة للموية ده معنى انت لعبتك لعبها كواليتي عالي بتلسك الكرة في رجلها بتمرر بشكل صحيح الكرات الطولية بقى ما بيلعبوش اللونج بول او كرات طولية بشكل كبير يعني هنتكلم 27 في المباراة منهم 15 مرة بتوبها صحيحة يعني الدكة حتى مش عالية مش الفريق اللي هو بيرمي الكرة الطولية في ظهر المدافعين لا فريق بيلعب كرة على الارض بيلعب بناء الهجمة او البلدقب من الخلف للامام بشكل منظم جدا بوجود كانتي دلوقتي الرجل اللي بينزل وبينقل الفريق بشكل كويس تمرات المفتاحية بيع من 76 تمريرة مفتاحية دي معناها ان هما بيوصلوا لمرمى الخصم بشكل كبير جدا تقريبا من 3 ل 4 مرات تمريرة مفتاحية او كي باص في المباراة الوحيدة الوحدة يعني انه ده معناها ان انت اربع فرص قد تصل للمرمى وتهدد مرمى الخصم فاحنا بنشوف عندهم الناحية الهجومية قوية جدا على عكس الناحية الدفاعية فيها مشاكل كبيرة جدا في استقبال الاهداف عندهم ميزة حلوة جدا في الاستحواز في التمريرات بيمسكوا الكرة بشكل كويس جدا بيخلقوا فرص بشكل كويس جدا بيهددوا مرمى الخصم بشكل كويس جدا لوجود طبعا عماليكة عندهم زي ما احنا شفنا كورنادو بنزيمة طبعا فابينو روما زي ما بيقول سموها رومرينو في الرجل الجناح اليمين بتاعهم لا بيعملوا شغل عالي جدا من ناحية التهدفية وده النهاردة طبعا جلبرتو يعرض الشكل عام للنادي الاهلي ونخش في حصائيات مباراة النهاردة عشان هنقف عند بعض النقاط الفنية او الارقام الفنية نعرضها نشوف ازاي اتحاد جده قدر يخلص المباراة بسهولة طيب دي ارقام اتحاد جده في اخر 16 مباراة جلبرتو الاهلي في اخر مبارااته يعني احنا لو عملنا نظرة عامة كده للموسم بتاع الاهلي قبل ما يشارك في كاس العالم للاندية ويمكن هي فيه ملحوظة بس برضو بالنسبة للمشاهد طبعا نعارف ان فيه حالة قلق عند الجمهور وبيتكلموا عن خفاض المستوى ومقارنة بالموسم الماضي يمكن الملحوظة اللي انا بس قبل ما نستعرض الارقام الموسم الماضي والموسم الحالي ارقامه على فاكرة في نفس الفترة دي متقربة ولكن المشكلة اللي ظهرت الموسم الحالي هي مشكلة واحدة ان النادي الاهلي بيستقبل اهداف اكتر في الفترة اللي هي نفس الفترة وان النادي الاهلي الموسم الماضي ابتدى بكاس السوبر المصري لما كسب الزمالك فكان الامر مختلف السنة دي احنا ابتدنا بالسوبر الافريقي والدور الافريقي فيه خسارة لبطولتين فده بالزبط ومستوى طبعا اعلى كسفر وكلعب بالزبط كده بالزبط فالامور هنا هي دي اللي خلق حالة من القلق ولكن لما حتى عرضتها قبل كده في البيت الكبير الفكرة بتاعت ان الموسم ده والموسم الماضي كرقميا كمعدل تهديف ومعدل فرد قريبة جدا فالقلق ليه القلق لانه طبيعي جدا لما بتخسر بطولات الناس طبيعي بتقلق فالنهاردة لو هنستعرض احصائيات النادي الاهلي بشكل عام قبل كاسة عام الاندف 17 مورا يعني برضو وحدة قياس قريبة كسبنا تمانية التعدلات كتيرة طبعا سبع تعدلات خسارة في مباراتين سجلنا 29 هدف احنا شفنا تحت جدا في نفس سجل 31 ولكن احنا عشان تعادلنا اكتر عندنا اكسبكتد جولز اللي احنا نقول اهداف المتوقعة 52 جون جبنا منهم 29 فهنا ده بيبين لك النادي الاهلي كان لازم بس يعني يدوس شوية حيطة الفرص هتفرق لو ده هنحط يعني فيه رقم جاي هنتكلم عليه برضو في الحتة دي الاهداف المستقبل عشرة ده برضو الى حد ما كتير شوية في المباريات على الاهلي خرجنا بشباك نظيفة في 8 مرات صناعة الفرص احنا صنعنا اجمالا الفرص 221 ده كتير جدا على ان انت ما تستغلوش اه ان انت تستغلوش بشكل الامثل ده كتير على فرقة زي النادي الاخصصة ان الفرقة اللي ده بتلعب تكتلات لكن اوكي دقة التمرير دقة التمرير 25% وده طبيعي جدا المحاولات النجاحة بتاعتنا على المرمى 99 محاولة من 281 دي تعمل تقريبا نسبة 35% هنا بقى الرقمين اللي جايين دول مهمين لان دول برضو بيديلك مؤشر ان انت النهاردة عندك 10 انفراضات انت اخضرتهم واحد لواحد بنقول كده واحد لواحد انت اخضرت 10 كور وكور خبطت في القائمة او العرضة اللي هي كور مهدرة 12 كورة فانت بتخيل في 22 كورة كان ممكن تحرز منهم كم هدف 12 كورة جاية سواء قائمة او عرضة وعندك 10 كور انفراضات مهدرة فهنا احبقوا ان النادي الاهلي بيوصل كتير ولكن فيه سوق توفيق وقل التركيز في بعض الاوقات هي اللي بتتسبب ان انت كم ممكن مباراة تتسهل عليك من البداية فيه يعني ممكن نخش على حاجة اسمها توقيت اهداف النادي الاهلي دي برضو بتديك مؤشر لشكل النادي الاهلي كماشي زي توقيت الاهداف دوسة يا كابتن استاذ ابراهيم في اول ربع ساعة سجلت هدف واحد او يعني اجمالا اول نصف ساعة انا مسجلين ثلاث اهداف المشكلة هنا من السنة اللي فاتت لا اول نصف ساعة كنا مسجلين معدل اعلى اكبر ليه لان كان الفريق بيعرف في الضغط وتركيز اعلى اه تركيز اعلى وضغط بنعمل ضغط عالي في البداية قوي بنقدر على فكرة دي المنطقة اللي فرعت بالضبط لان اول نصف ساعة لانه لما بتعدي اولا الحالة البدنية بتتأثر رقم اتنين مع نويات الحصر بيعلى رقم تلاتة انت بتتسرع اكتر صح وجمهور بيقلى ده اللي ظهر في مباراة زي الجونة ظهر في مباراة زي سانداونز هنا مع الحالة البدنية بتاعتك اصلا نشوطه التاني ما هيش احزن بالضبط كده وسعديدا مباراة سانداونز هنا لان اول ربع ساعة احنا تقريبا في بداية الشوط التاني بعد كده بنسجل بمعادلات جاية من ربط اللبس بمعنويات وبشحنة عالية فالمحرد يكون دي لحظة تسجيل اعلى بالضبط كده فهي دي الشكل العام للموسم النادي الاهلي طبعا من حق الناس بنقول الناس تقلقوا ولكن القلق الزيادة زي ما حضرتك كنت تكلمه في مالك وكتابة القلق الزيادة اللي هو يسبب ضغط اكبر على الفريق ده مضر واشنة بنقل يعني ما نقدرش في الارقام دي نقول ان الموسم الاهلي قوي لا موسم الاهلي متراجع نسبيا على الموسم الماضي ولكن الملاحظات دي بنقول ان هي ما بين قل التركيز وبين عدم توفيق لابن نتكلم في فرص موضرة وكوار في العرضة وانفراضات ضائعة وكده دي ساعات بتبقى ما بين قلة التركيز وما بين سوء التوفيق فالنهاردة ان شاء الله كاس العام لان ده يبقى الامور مختلفة لان احنا عندها الحمد لله فاطرة راحة الى حد ما تسمح ان انت تصحق على الاخطاء فان شاء الله الامور دي الفرص دي لما تيجي واللعيبة لازل تبقى عارفة الفرصة اللي جيلت فرصة من دهب خلص لان دي هتلاحك انت في المستقبل